نفذت محافظة القليوبية حملة مكبرة استمرت لثماني ساعات متواصلة لإزالة التعاديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الطريق الزراعي السريع في نطق مركز ومدينة بنها تمكنت الحملة من إزالة ثلاثين حالة مخالفة على مساحة خمسة أفدنة وخمسة وثمانين قيرات أرض زراعية وتنوعت المخالفات التي تمت إزالتها على الطريق الزراعي ما بين معارض سيارات ومحالة تجارية ومنازل ومخازن وأكد محافظة القليوبية عبد الحميد الهجان أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع تعاديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة اشتركوا في القناة